اتفق وزراء مالية دول منطقة اليورو ومسؤولون من صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ مالية لقبرس تبلغ قيمتها 10 مليارات يورو وهكذا تصبحون قوسيا الدولة الخامسة في منطقة اليورو التي تستفيد من برنامج المساعدة الدولية وكانت قبرس طلبت في حزيران يونيو مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تتيح لها تعويم مصرفيها الرئيسيين الغارقين بسبب الأزمة اليونانية لكن الجهات الدائنة لم تكن على استعداد لمنحها 17 مليار و 500 مليون يورو أي ما يعادل إجمال ناتجها الداخلي لأنها تخشى أن لا تتمكن من تسديد مبلغ كبير جدا وأن ينفجر الدين إلى مستويات لا يمكن التحكم بها إذا تم دفعه